اشتركوا في القناة وسيقول وعامتهم إنه برهان الضبط الدقيقي للكون هو البرهان الذي جعل الفيزيائي الشهير الحاصل على جائزة نوبل واينبرغ يقول إننا اليوم في أزمة بسبب هذا البرهان هذا البرهان ألفت فيه مجموعة من الكتب في الغرب غير أنه يعيب عامة هذه الكتب أنها قد ألفت بلغة تخصصية دقيقة فيها معادلات كثيرة لا يفهمها إلا من درس الفيزياء بعمق أشهر من يكتب في برهان الضبط الدقيق في الغرب هو الفيزيائي البريطاني بول ديفيس وأشهر كتبه في هذا الباب تحدث عن هذا الموضوع في أكثر من كتاب لكن أشهر كتاب تحدث فيه في هذا الموضوع هو كتابه The Goldilocks Enigma Why is the universe just right for life وله أيضا عنوان آخر نفس هذا الكتاب غير أنه مصدر كتاب آخر جيد في بابه وبحمد الله هذا الكتاب قد تم تعريبهم الكتاب الإنجليزي اسمه Just Six Numbers Just Six Numbers للفيزيائي الشهير مارتر ريس الكتاب عرب تحت عنوان فقط ستة أرقام القوى العظمى التي تشكل الكون وهو من إصدار مركز رواسخ وفي المقدمة كما هو في هنا على الغلاف وفي المقدمة للدكتور محمد العودي ذكر أنه بالتعاون مع مركز براهين هذا الكتاب هو من الكتب الهامة التي عربت في المكتبة الغربية إلى المكتبة العربية لإفادة وتوسيع مدارك القارئ العربي وحتى يكون مواكما للجدل العلمي والمعرفي والفلسفي في هذا الباب أيضا من الكتب الهامة التي صدرت في باب الإيمان وأيضا فيها حديث عن الفاينتونج وعن برهان النظم عموما كتاب There is a God أو There is a God هنا خط على No كانت في الأصل There is no God لأن المؤلف أشهر الملاحدة في الغرب أنتوني فلو كان ملحدة ثم التحول للإيمان وأيضا هذا الكتاب أيضا أصدره مركز رواسخ تحت عنوان هناك إله كامل الكتاب وإن كان قد صدر مختصرة عن الدكتور عمر الشريف وهي النسخة المعروفة على النت موضوع الضبط الدقيق موضوع مهم جدا لأنه يتحدث في مسألة غاية في الدقة تقول لنا هذه المسألة إن الكون لما نشأ منذ بدايته رغم أنه قد نشأ في أمر حدث يسمى انفجار عظيم نشأ منذ بدايته على صورة عظيمة من الدقة ثم استمر على ذلك وبملاحظة عدد من الأمور مسألة الثوابت الكونية ومسألة القوانين ومسألة طبيعة النشأة الأولى للكون كل هذه المسألة الثلاث إذا نجع إليها وجد كما بيّن ذلك كما بيّن ذلك مارتون ريس في هذا الكتاب من خلال ملاحظة فقط ستة أرقام فقط ستة أرقام دارسها في هذا الكتاب من خلال ملاحظة هذا الأمر يتبين لنا أن الكون لو كان على صورة قليلة جدا مختلفا عما هو عليه في أمر بدء الكون لنهار الكون أو لنعدمة الحياة الأمر دقيق جدا لا يمكن أن يلتقي مع العشوائية السادرة هذا الكتاب مهم جدا في بابه وأهميته من أكثر من جانب أولا المؤلف المؤلف مارتون ريس هذا الرجل كان في فترة من فترات رئيس The Royal Society في بريطانيا وهي مؤسسة علمية كبيرة جدا وهو أيضا عضو في الأكاديمية الأمريكية فيزيائي من الدرجة الكبيرة العالية له أوراق علمية كثيرة جدا الأمر الثاني المؤلف ملحد المؤلف ملحد وليس متعاطفا مع الإيمان وهو أمر معروف طبعا عنه ويظهر في آخر الكتاب في حديثه عن البديل عن برهن الضبط الدقيق الكتاب إذا قرأته ستدرك وتستفيد من أكثر من باب ستستفيد من معرفة أمر الضوابط أو ما يتعلق بالأمور الدقيقة التي لا يمكن أن تكون معها الحياة إذا غابت هذه الأمور بالغة في الدقة ستستفيد أيضا عندما تتعرف على المسائل العلمية التي تتعلق بأصل نشأة الكون لأن اليوم لأسف الشديد نعاني مشكلة كثرة الثرثرة على النت خاصة من الملاحدة الذين يقدمون عادة من الأمور على أنها مسلمات ثم لما تقرأ تكتشف أن القضايا هي محل جدل كبير سواء في الكوانتوم فيزيكس هذا الكتاب إذن مهم جدا أنصح به لمن أراد أن يقرأ في برهان الضبط الدقيق الكتاب لم يكتب بالطريقة المبالغة في التفسيط لأن الحقيقة الموضوع لا يمكن أن يبسط إلى درجة تصبح في متناول الأطفال الموضوع علمي ودقيق هذا الكتاب يعتبر من الكتب الموجهة إلى عامة القراءة ليس طبقة المتخصصين فالكتاب أعتقد أن المؤلف النجح في أن يوسع دائرة القراءة ستقرأه وستجد حاجة إلى التركيز في القراءة لا تقرأ القراءة المسترسلة السهلة الهيئة يحتاج إلى درجة عالية من التركيز لأنه فيه معلومات كثيرة جدا ستستفيد لأنك كمسلم مهتم بالجدل الإيماني تحتاج إلى الثقافة الشرعية وأيضا إلى الثقافة العلمية خاصة في باب الفيزياء وباب البيولوجيا الكتاب هنا في باب الفيزياء وبالذات الفيزياء الكونية يبقى سؤال أخير إذا كان الكتاب يقدم معلومات علمية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وتنصر أهم برهان لوجود الله فلماذا المؤلف اختار أن يكون ملحدا وسأقول لك الأمر يحتاج إلى معرفة طبيعة البيئة الغربية لاحظ أن من أهم من يكتبون في نصرة برهان التصميم طبقة منهم ليسوا مؤمنين بالله ديفيد برلانسكي مثلا الفيلسوف والبيولوجي وعالم الرياضيات المشهور الذي يعمل مع الديسكوفري انستيوت أهم كيان يمثل طيار التصميم الذكي هذا الرجل أصل يهودي وهو لا أدري مايكل دانتون صاحب كتاب قدر الطبيعة صاحب كتاب التطور فاضية في أزمة هذا الرجل أيضا لا أدري بول ديفيس له كلام قوي جدا وكلام ماتع جدا في باب برهان التصميم خاصة في قضية الضبط الدقيق هو قضية ناشة الحياة مع ذلك أيضا هو لا أدري لماذا هذه الطبقة التي تقدم مادة علمية لنصرة الإيمان لا تختار الإيمان لسبب له أكثر من الوجه أهمه أن هؤلاء عامتهم وكثير منهم مع معرفتهم الجيدة بأبواب العلوم تجد عندهم الضعف في باب الجدل الفلسفي عامت هؤلاء تجد عندهم أن الرجل قد يكون بارع في تخصصه قد تقرأ لأنشتاين فتقول هذا الرابع الرجل يعني عقلية جبارة في باب تخصصه في الفيزياء وفي الرياضيات لكنها كعندما تقرأ لكلامه في باب الفلسفة ستجد طبقة أخرى دنيا جدا ولأنا شخصيا تعجبت عندما قرأت عندما رأيت في الموسوعة الفلسفية لعبد الرحمن بدوي عندما في الطبعات اللاحقة أضاف أنستاين أنستاين لا يرتقي حقيقة أن يوضع في طبقة الفلسفة الآخرين لكنه في باب تخصصه عقلية كبيرة عندما يتحول الإنحاد الرجل لا تفهم يعني مرة يقول لك كلام لإثبات الإيمان مرة يقول لك أنا لست مؤمن مرة عباراته مضطربة لذلك عامة الناس يقولون هو يقول بوحدة الوجود كلامه غاية في الاضطراب حتى وهو مرة ينكر أنه ملحد وهو كذلك يقول أنا لست بملحد لكنه في مرات أخرى يقول كلامه فمنه أنه ملحد فكلامه مضطرب جدا لكن تأخذ من كلامه كلام علمي هام جدا كمقدمة علمية تصل بها إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى نحن عندما نتحدث عن إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى نتحدث عن الأدلة الفلسفية لا يوجد دليل علمي على وجودها سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنك لا تضع وجود الرب سبحانه وتعالى في المختبر لا تضع هذا الوجود في معادلة رياضية وإنما أنت تستعمل القضايا العلمية والحقائق العلمية كمقدمة في جدل فلسفي تقول إذا أثبت العلم أن الكون مخلوق فهناك رب إذا أثبت العلم أن الكون منظم فهناك رب فهذه مقدمات في قالب فلسفي فلا يوجد برهان علمي مباشر البرهان علمي بمعنى أنك تأتي بقاعدة رياضية تأتي باختبار معملي تأتي برصد تجريبي هذه الأمور لا تدخل في إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وإنما هي مقدمات أولى في برهان فلسفي إذن الأمر الأول الضعف الفلسفي عند هؤلاء الأمر الثاني هو أن البديل الوحيد تقريبا الديني في الغرب للأسف الشديد هو النصراني فإذا كنت ستخير ما بين الإلحادي والنصراني فكثير من الناس يختارون اللاء أدري للأسف الشديد إلى اليوم الإسلام لا يعرض على الطبقة المثقفة عامة تركيز العمل الدعوي في الغرب على العوام وليس على المتخصصين في الجدل الفلسفي أو المتخصصين في اللاهوت أو المتخصصين في الثيوديسيا هذا أمر له أسبابه الواسعة وليس هنا مجال الحديث في هذا الأمر إذن مشكلة خيار الذي يطرحه الآن على إنسان أنه سيختار إما الحاد أو النصراني سيجي نفسه في مأزق وكثير منهم لا يختارون الإيمان لأن الإسلام خيار غير مطروح لأن الإسلام يعرض بصورة مباركة في تشويها الآن مارتل ريس يقول لنا إن الكون مضبوط على دقة كبيرة جدا والخيار الذي يطرحه للهروب من هذه القضية هو خيار مالتي فيروس خيار الأكوان المتعددة وهذا أمر ذكره في آخر الكتاب أنا كنت نقشت في كتاب براهين الله أدلة الإيمان المشهيرة جدا عامتها وذكرت أيضا في فصل حاولت أن أبسط في هذه المسألة بصورة أرجو أن تكون موفقة وذكرت الاعتراضات وردت عليها بما يسعبه عامة القراء وتحدثت عن قضية الأكوان المتعددة باختصار شديد جدا الأكوان المتعددة ومارتل ريس من أشهر أنصار هذا المذهب يقول مارتل ريس إننا لو قلنا أن هناك أكوان لا تنتهي عددا فمن الممكن بالصدفة أن يوجد كون مضبوط بهذه الدقة كما عندنا في هذا العالم طبعا كما رد على ذلك كثير من الكتاب ومنهم بول ديفوس وغيرهم هذه النظرية لا يوجد عليها برهان واحد نحن إلى اليوم لا يمكن أن نتجاوز عالمنا لنصل إلى عالم آخر إلى كون آخر فهذه قضية إيمانية بحثة مع دومة البرهان وإذا كان الإلحاد يزعم أنه يقوم على الاستدلال المعرفي بالأدلة المادية فهنا الإلحاد يخون نفسه صراحة ويخون القراء من خلال الدعاوة الحديث عن الأكوان المتعددة الأكوان المتعددة دعوة ليس عليها برهان كل ما نعرفه هو هذا الكون هذا الكون يدل بنفسه على أنه مضبوط بدقة بل نحن حتى لو سلمنا بوجود الأكوان الكثيرة جدا التي تبلغ بلين البلين حتى تأتي الصدفة فتقدم لنا هذا العالم المضبوط حتى لا سلمنا بذلك فنحتاج كما يقول رابر كارلينز أشهر فيزيائية تحدث في برهان النظر الضبط الدقيق نحتاج إلى ضبط دقيق لهذه الأكوان حتى تنتج أكوان مختلفة تقول إلى إنتاج كون مضبوط مثل كوننا إذن الخيار المعرفي الوحيد المتاح لنا هو هذا الكون وهذا الكون يدل على الضبط الدقيق ثانيا الكون قد نشأ عن انفجار طبيعة الانفجار لا يمكن أن تتيح كون منظم فكيف بكون في غاية الدقة ثم حتى لو سلمنا بالأكوان المتعددة فسنحتاج بالضبط الدقيق لهذه الأكوان المتعددة حتى نصل هذا الكون هذا الكتاب تحتاج أن تقرأه لا تحتاج أن توافق المؤلف في نهاية الفصل الأخير وإنما أنت كإنسان عاقل لا تقدم عقلك لغيرك ليكون وصيا عليه تحتاج فقط المقدمات العلمية المقدمات العلمية ستقودك بصورة سهلة سالسة إلى العلم أن هذه الأرقام لا بد أن تقول إلى إثبات الإله المصور الذي نظم الكون على هذه الصورة المعجبة الدقيقة هذا كتاب إذن يعني أعتقد أن عامة القراءة يحتاجون قراءته في باب برهان الضبط الدقيق كتاب سهل لمن يهتم بأدلة الإيمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا الإخوة الذين قاموا على تعريبه وعلى نشره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته